الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع كتاب الله نعيش هذه الدقائق مع صورة البقرة وحكاية بني إسرائيل وبعد أن قص الله علينا قصة البقرة وعلمنا فيها عدم التفتيش في الأحكام الشرعية وفي الأوامر الإلهية وعلمنا فيها كيف نسارع إلى الامتثال وننفر إلى الله وعلمنا فيها الآيات والمعجزات التي يريها الله سبحانه وتعالى للبشر من أجل أن تدل عليه وعلى وحدانيته وعلمنا فيها كيف أن الوحي معتبر وأن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد بذل الكثير الكثير مع هؤلاء الأقوام ولكنهم بعد ذلك كله وبعد ما رأوه من آيات يحكي ربنا سبحانه وتعالى عنهم فيقول ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك ذلك دي تعود إلى كل هذه الآيات التي أوضح الله فيها منته على بني إسرائيل وأوضح الله فيها منته على البشر وبعد ذلك كله ذلك يقول العلم فيها تعود إلى مضمون ما سبق يعني الحكاة بحالها كده من بعد ذلك ذلك دسم إشارة فكأنه يشير إلى مضمون كل ما سبق من الآيات نحن الآن في الآية الرابعة والسبعين من صورة البقر فكأنه يشير إلى كل الحكاية التي بدأها مع بني إسرائيل وإلى هنا ويقول ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك هناك قلوب قاسية وهناك قلوب عليها أقفال أم على قلوب أقفالها وهناك قلوب عليها غلف وهناك قلوب عليها ران وهناك قلوب عليها حجاب وهناك قلوب مظلمة وهكذا وكل نوع من هذه الأنواع يشترك في شيء واحد ويتعدد في صفات كثيرة كل هذا يشترك في الغفلة عن الله نص الله فنسيه كل هذه الصفات تغفل عن الله سبحانه وتعالى فتتوه في هذه الحياة الدنيا بجزئياتها بتكاثر جهاتها بمجالاتها المختلفة بنكدها بكدرها بشواغلها ومشاغلها فما دام قد غاب قلبك عن ذكر الله وغاب الله عن قلبك فإنك ستتصف بصفة من هذه الصفات ولا بد قصت القلوب القاسية قصت قلوبكم يعني أنها لم يعد يؤثر فيها الذكر العادة الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنه فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فعندما تذكر الإنسان يتذكر وعندما تذكره بالله يرجو وجه الله أو يخاف من عذاب الله ولكن هناك قلوب تذكرها بالله فكأن في آذانها وقر والذين لم يؤمنوا دائما نجد عندهم إن في آذانهم وقر فهنا يقول ثم قصت قلوبكم يعني لا ينفع فيها الذكر من بعد ذلك فهي كالحجارة والكفل التشبيه والتمثيل والحجارة شأنها الصلاة والصلابة والحجارة شأنها أنها لا تتحرك إلا بمحرك فلو تركنا هذا العمود هكذا هنا وهو من الحجارة وجئنا غدا وجدناه كما هو الحجارة فالحجارة صلبة وليست لينة بحيث إنها إذا أصابت أحدنا فإنها تصيبه لكن لو في ورقة مثلا نزلت على دماغنا كذا هو ما تصيبوش لأنها لينا ما نزل علينا لا يصيبنا بشيء إنما الحجر لما ينزل عليك يعوارك وإن من الحجارة بيقوله فهي كالحجارة وبعدين وهو يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير استخسر فيهم إنها يكون زي الحجار يعني لما هيشبه قلوبهم بالحجارة يبقى كأننا ظلمنا الحجار ليه لأن الحجارة لحسن تفتكرها كل حجار ده بعض الحجارة دي ده إحنا لو دقينا مصمار في الحجارة برضو يدخل ما يقباش الحجر إنه هو يستقبل المصمار لو كسرنا الحجر يتكسر برضو ولكن ديقل قلوبهم مش راضي أو مش راضي أبدا مش مش راضي أو بس دي مش راضي بصفة مستمرة فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة وده يبين لنا نقطة مهمة جدا وهو الإنصاف في إدراك الواقع في كل آيات القرآن حاجة خفية كده بتعلم المسلم العدل والإنصاف هم كلهم كده قال لا بعضهم بس وبعضهم على درجة واحدة قال لا ده بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد قسوة من الحجار إذن ده بعلمني نقطة مهمة في كيفية إدراك الواقع أني ما خدش الآخر جملة واحدة لا ده فيه وفيه منه ومنه فالآخر ده هو منهم من هو ضدك ويدبر للقضاء عليك ومنه من هو معك ويؤيدك ويحبك كمان ومنه من لا يعرفك ولا يعرف عنك حاجة ولا سمع عنك قبل كده ومنه من عنده صورة مشوهة ليك من الكذب والافتراب تاعة الناس ومنه من هو عدوك لكنه شه ما يأذكش اللي في القلب في القلب ومنه الله ده الناس التانيين دول مش كلهم حاجة واحدة في كل آيات القرآن المعنى ده ادرك الواقع اللي حواليك مش بالزوفة الناس وحشة لأ الناس مش وحش طب الناس ملايك لا الناس مش ملايك ده فيه منهم الملك وفيه منهم الوحش منهم الخير يعني الطيب من الحلال ده اللي احنا بنسميه ده يقول يا سلام ده ملاك ومنهم الوحش ومنه النص نص ومنه الربع ربع وكتير فدائما تعلم الانصاف فربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالعدل ويأمرك بالانصاف وفي كل الامثلة لما تفتش فيها هتلاقي فيها معاني وهذا هو هداية الكتاب المبين ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة وبرضو من ماهلش كل الحجار حجارة مخصوصة بشروط مخصوصة موجودة بجوار الانهار في الشلالات موجودة في منابع المياه موجودة كذا لما يتفجر منه الانهار مش كل الحجار برضو احنا بنقسم بنقسم ومن قولها يتمضي كالحجار طب الناس اللي قلوبها كالحجارة ممكن ربنا يأذن بانه تتفجر منه الانهار الله يفعل ما يشاء ممكن ايه فحينئذ يستطيع هذا الذي كان قلبه كالحجارة وبإذن الله وعندما يمن الله عليه ويهديه انه تتفجر منه منابع الخير طب وده يؤدي بنا الى ايه الى ان احنا لا نحتقر احدا من الناس ولا نحتقر عاصيا وانما نكره فعله نقول احنا ما بنحبش القتل ما بنحبش السرقة ما بنحبش الكذب وشهده الزور ما بنحبش الحقد والحسد طيب انت بتكره الحاقد والحاسد والقاتل قالت طب ما لها دعوه ازاي ما انا لو كرهته ما عرفش ادعوه ما عرفش ارشده الى الخير فانا اكره الفعل الوحش لكن ما اكرهش الانسان حتى ولو فعل هذا الفعل انكر عليه صحيح وانكر فعله ويمكن عقبه كمان وعقب شديد زي عقب السارق في الشريعة الاسلامية وعقب القاتل وعقب كذا ولكن لا اكرهه ما اكرهوش ابدا طيب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فلو هده الله ده والهداة كانت جات عن سببك من يعني من كل من تقولتها ولا حاجة ام ربنا يفجر من هذه الحجارة الله دي حجارة صحيح اي يفجر من هذه الحجارة يفجر منها الانهار ويجعل منها الينابيه فكأن الانهية تشير الى اننا لا نحتقر احدا ولا نحقر احدا من البشر ولكن نحقر افعالهم وقصوة قلوبهم ولكن نتمنى لهم الخير ونتمنى لهم السعادة ونقول ان هذا الحجر يمكن ان يتفجر منه الانهار فبفتح له مع هذا كله باب الرحمة وباب الخير وعدم اليأس من رحمة الله والى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة